بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين أول درس علوم الترمي التاني 2023 للصف الخامس المنهج الجديد وطبعا اسمه أنظمة الأرض الرئيسية تعالوا بقى نشوف ايه موضوع أنظمة الأرض الرئيسية بالتفصيل ونفهم يعني ايه أنظمة الأرض وازاي هنظمها تعالوا نبدأ بسم الله بداية كده عندنا هو عاوز يعرفني ايه الأنظمة دي الأنظمة دي أربعة أول نظام فيهم الغلاف الجوي طيب واحد يقولي بقى ويطلع فيه ايه بقى ان شاء الله الغلاف الجوي ده احنا ما احناش عارفين هنشتغل على ازاي فيه يعني يعني ايه غلاف جوي طيب ماشي خد بس التاني وأنا هفهمك كل حاجة الغلاف الحيوي تلاتة الغلاف المائي أربعة الغلاف الأرضي يبقى جوي وأرضي عكس بعض الجوي فوق والأرضي تحت كمان الحيوي والمائي الحيوي عايش على الأرض وعايش على المائي تعالوا نعرف كل واحد بالتفصيل هو هنا بيقول الغلاف الجوي ده عبارة عن ايه قال لي يشمل الهواء الجوي المحيط بكوكب الأرض يشمل كل حاجة فيها هوا محيطة بكوكب الأرض طيب الغلاف الحيوي الغلاف الحيوي يشمل جميع الكائنات الحية الموجودة برضو على سطح الأرض جميع الكائنات الحية الموجودة على سطح الأرض من حيوان ونبات وكل الحاجات دي طيب الغلاف المائي أكيد الغلاف المائي هيشمل المسطحات المائية أنهار وبحي وبحيرات ومحيطات وكل الحاجات دي بنسميها ايه مسطحات مائية تمام طيب ايه كمان بقى الغلاف الأرضي الغلاف الأرضي هيشمل ايه يشمل بقى الصخور والمعادن والرمال ويشمل كل حاجة موجودة فين في باطن الأرض أو الأرض ايه بتتكون منها يعني تعالوا بقى نشوف الكتاب بيقول لي تتكون فكر كده تتكون الأرض من يابسة فقط ولا يابسة ومسطحات مائية أكيد عاوز يقول لي ايه يابسة ومسطحات مائية عاوز يقول لي الاتنين يعني الاتنين مع بعض اليابسة والمسطحات المائية وغلاف جو وكل ده طيب ماشي تعيش الكائنات الحية فين بقى على اليابسة فقط ولا على اليابسة والمسطحات المائية طبعا لاتنين الكائنات الحية تعيش هنا وهنا طيب أنظمة الأرض الرئيسية تعتبر الأرض نظاما معقدا للتفاعل بين الكائنات الحية يبقى الأرض بيعتبروها أن هي نظام معقد طب هتقول لي معقد إزاي ما هو بقى للتفاعل بين الكائنات الحية بيحصل بقى هنا الايه التعقد اللي بيقول عليه طيب في النظام بيه تتكون أرض أربعة الغلاف الجوي أول حاجة هو قلنا يشمل الهواء الجوي المحيط بكوكب الأرض طب والغلاف المائي المسطحات والبحار والبرك والمياه الجوفية لتحت الأرض وكل ده طب الغلاف الحيوي جميع الكائنات الحيوية والكائنات والنباتات والكائنات الدقيقة كل ده طيب الغلاف الأرضي يشمل بقى الصخور والحصع والرمال يشمل الحاجات دي كلها طيب كيف تفاعل الغلاف الحيوي مع الغلاف المائي على سطح الأرض جميع الكائنات الحية تحتاج إلى الماء لتبقى على قيد الحياة كما أنه يعض موطناً أساسياً للعديد من الكائنات الحية مثل الطحالب والأسماك إجابة السؤال ده بقى التفاعل مع الغلاف الحيوي بتاع الكائنات الحية مع الماء لأن أصلاً كل الكائنات تحتاج إلى إيه؟ إلى الماء الجزء الثاني أهمية الماء بالنسبة للكائنات الحية أهمية الماء بالنسبة للكائنات الحية فكر تحتاج نقطة إلى القيام بعملية البناء الضوئي من اللي بيحتاج للماء عشان يقوم بعملية البناء الضوئي؟ الحيوانات ولا النباتات الخضراء؟ طبعاً النباتات الخضراء النباتات الخضراء طيب تحتاج الكائنات الحية إلى الماء العزب ولا المالح للشرب طبعاً أكيد بتحتاج إلى الماء العزب إلى الماء العزب تعالوا نعرف بقى أهمية الماء بالنسبة للكائنات الحية قال للكائنات الحية بتحتاج للماء زي الإنسان والحيوان وكل ده بيحتاج إلى إيه؟ بيحتاج إلى الماء العزب ركز العزب بقى ليه عشان يشرب وينمو ويبقى على قيد الحياة والنباتات الخضراء برضو محتاجة الماء العزب ده عشان تقوم بعملية البناء الضوئي هنا بقى بيقول لي ملحوظة يؤدي الماء إلى حدوث عمليات تكسير وتفتيت للصخور اللي بنسميها عملية التجوية كما يسبب أيضا نقلا لهذه الصخور المفتتة إلى أماكن أخرى وده اللي بنسميها عملية التعرية يبقى اخد بالي بقى من العملية دول تفتيت الصخور ونقل الصخور إلى أماكن أخرى طيب الماء المالح بقى له استخدامات عديدة ايه هي استخدامات الماء المالح قال لي استخدامات الماء المالح دي مثل حراكة السفن تحلية المياه للحصول على ماء عزب ما هو المالح ده احنا بناخده نعمله تحلية عشان يبقى عزب موطن للعديد من الكائنات الحية مثل الطحالب والأسماك والسلاح في البحرية والحشرات المائية طيب سؤال بقى صح وغلط ركز لي كده تحتاج الكائنات الحية إلى الماء للنمو والبقاء على قيد الحياة صح من غير كلام طيب لا يؤثر الماء في عمليات تجوية وتعريط الصخور غلط ما بيأثر ما احنا لسه يليم بيعمل عملية تفتيت وبيعمل عملية حركة نقل أو تنقل طيب تحتاج جميع النباتات الخضراء إلى الماء المالح للقيام بعملية البناء الضوئي لا طبعا مش النباتات الخضراء اللي بتحتاج الماء المالح أما الايه يا باشا اللي بتحتاج الماء المالح هي الأصدي بتحتاج إلى الماء العزب عشان كده تتبقى غلط برضو الجزء الثالث أهمية الماء للحياة على الأرض لاحظ كعالم في رأيك هل يمكن للكائنات الحية أن تبقى على قيد الحياة بدون الماء طبعا خضر ما فيش حد تعيش من غير الماء لأن الكرآن قال وجعلنا من الماء كل شيء حية يبقى إذن الماء هو سر الحياة طيب الماء بتغطي كم من مساحة الأرض واحد وسبعين في المية من مساحة الأرض زي ما هو جسم الإنسان فيه سبعين في المية ماء برضو تمام ما يقرب من سلاش أرباع يعني التلات تربع ماء والربعة هو يابس بس تمام وهو ما يجعل كوكب الأرض يشبه كرة زرقاء بالنظر إليه من الفضاء عشان كده بيسموه الكوكب الأزرق طيب بيجي منين المية بقى اللي على سطح الأرض دي إيه مصادر المياه على سطح الأرض قال المياه ممكن تتواجد في الأنهار واحد البحار والمحيطات اتنين البحيرات تلاتة المياه الجوفية أربعة يبقى دي أماكن تواجد المياه على سطح الأرض إن هي بتبقى في حجم الأربعة دول طيب لماذا لا تتغير نسبة الماء الكلية على الأرض؟ بالرغم من تغير الحالة الفيزيائية للماء يعني إيه الكلام ده؟ الحالة الفيزيائية للماء اللي هي إيه بالضبط؟ اللي هي مثلاً إن الماء بيبقى سايل في البحر بعدين يتبخر يبقى غازي بعدين نحط في التلاجة يتجمد يبقى حالة إيه؟ يبقى حالة صلبة يبقى إذن بيتغير فهو بقى يقول لي إيه؟ بيقول لي إزاي ما بيتغيرش بقى؟ إزاي ما بيتغيرش؟ قال لي أولاً أمثلة يتحول الماء السائل إلى جليد ويبقى دي حالة إيه؟ صلبة طيب يتحول الماء السائل إلى بخار الماء ويبقى دي حالة غازية وبتحصل بالإيه؟ بالتسخين لما نيجي نتكلم عن أهمية الماء الماء ضروري لمعظم الكائنات الحية على سطح الأرض زي ما احنا اتفقنا طيب كيف يستخدم الماء؟ وما أهمية الماء؟ طبعاً الإنسان والحيوان بيستخدم الماء للشرب ليه؟ لكي يبقى على قيد الحياة لو ما شربناش هنموت طيب الإنسان برضو بيستخدم الماء في إعداد الطعام في تجهيز الأكل علشان برضو الأكل بيساعدنا على النمو والبقاء على قيد الحياة علشان جسمنا يكبر لازم ناكل ونشرب يستخدم الإنسان والحيوان الماء للاستحمام طيب الاستحمام ده عشان إيه؟ عشان الصحة حفاظ على صحة الجسم طيب بيستخدم الماء برضو في ري النباتات ليه؟ علشان تنمو وتظل على قيد الحياة أيضاً طيب ينقل الماء الموجود في الدم الأكسجين والعناصر الغذائية إلى خلايا الكائنات الحية ويحمل السموم من الأعضاء وطبعاً عشان تبقى صحتنا كويسة ونظل برضو على قيد الحياة يعمل الماء على تنظيم درجة حرارة أجسام الكائنات الحية جميعاً علشان تظل بصحة جيدة ملحوظة يستخدم الإنسان الماء للتنظيف والأنشطة الترفيهية والشحن والصفر والتصنيع كل الحاجات دي أربعة جزء الرابع ما الذي تعرفه عن التفاعلات بين الغلاف الجوي والغلاف المائي؟ طيب قيم كعالم يعتبر الماء من المصادر المتجددة ولا غير المتجددة؟ طبعاً الماء متجدد؟ طب تحمل الأنهار ماء مالحاً ولا عزباً؟ طبعاً ماء عزباً أنواع المسطحات المائية طبعاً المسطح المائي ووصفه وصورة لي أول حاجة البحيرة البحيرة عبارة عن مسطح مائي محضب اليابس من جميع الجهات معظم مياه البحيرات عزبة وبعض البحيرات مياهها مالحة يبقى أول مسطح ماء معايا البحيرة وطبعاً البحيرة دي محطة باليابس زي ما انتوا شايفينها كده جزء محط باليابس تمام من جميع الجهات في بحيرات عزبة وفي بحيرات مالحة طيب النهر النهر الماء الذي يتدفق من منطقة عالية الارتفاع إلى منطقة منخفضة الارتفاع زي نهر النيل جاي من الصعيد من فوق للقاهرة تحت فكده كده جاي من فوق لتحت يبقى ده النهر جريان سطحي جريان سطحي اللي هو زي مياه الأمطار والسلوش بتنزل من السماء وبتجري بقى على الأرض بقى في الأنهار أو الأرض طيب المحيط أو البحر وده مسطح مائي هائل بس من الماء المالح من الماء المالح المصب المصب ده بيبقى نهاية نهر يلتقي بالبحر أو المحيط زي نهر النيل نهايته في البحر الأبيض المتوسط طيب المياه الجوفية المياه الجوفية هي طبعا التي تقع تحت سقطة الأرض وإيه بقى وتم تسربها للأرض من خلال طبقة من الصخور المسامية عن المفتوحة وده بيؤدي بينا لإيه؟ لدورة المياه طبعا دورة المياه مش اللي بنعمل فيها حمام لأ دورة المياه اللي هي أخدناها في الإنجليزي فيه إن المياه بتطلع إيه وتنزل إيه وطبعا إحنا عارفين ده إن المياه بتبقى مثلا بتطلع على هيئة بخار بعدين في السماء تتكسف وتكون سحب بعدين تهب عليها الرياح بعدين تنزلها مطرة تاني تيجي الأرض مبكدة بنفس الطريقة بيقولي لأنه يمكن إعادة تدوير الماء بالرغم من الاستخدامات المتكررة له في حياتنا الشكل التالي يوضح دورة المياه في الطبيعة مما يجعل نسبة الماء سابطة على الأرض ما بتتغيرش هتيجي كده للصورة الأولى ننزل تحت خالص هنا المياه في البحر هو يتبخر الماء المياه كده بتتبخر وتطلع لفوق طيب التاني بقى إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل إن يتجمع بخار الماء ده في الهواء ويكون السحب ثلاثة يسقط الماء من السحب دي على هيئة أمطار على هيئة أمطار بعدين هنا بقى آخر حاجة بقى إيه تعتبر بقى ينزل بقى المياه هنا على هيئة أمطار كده نجع تاني ويرجع يتبخر تاني وهكذا تعتبر النباتات من الموارد المتجددة حيث يمكن زراعة بزورها لتنمو وتكون نباتات جديدة وهنسيب لكم الأسئلة في اختبار إلكتروني أسفل فيديو بالتوفيق للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته